قلبي ينادي يا رب صح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى المراجعة المركزة لليونت الثاني للصف السادس الابتدائي ماتيرالز معناها المواد وطبعا عنوان هذا اليونت هو مكتوب it's made off إنه مصنوع من لدينا في هذا اليونت مواد من خلق الله تعالى لم يتدخل الإنسان في صنعها وأشياء الإنسان صنعها هذه المواد طبعا هي بعد يوجد مواد أخرى تسمى ماتيرالز هذه المواد الله خالقها ولم يتدخل الإنسان في صنعها مثلا وود الخشب معناها وول الصوف كاتن القطن ربا المطاط لذا الجلد هذه المواد لم يخلقها الإنسان في ذلك نقول في ذلك نقول هي جاءت من يعني مثلا هنا لدينا وود الخشب الخشب هو جاء من الأشجار وول الصوف الصوف هو جاء من الماعز كاتن القطن هو جاء من النبات يعني القطن وربا المطاط جاء من شجرة المطاط والذى الجلد جاء من كاوس الأبقار وأيضا كراكدول يعني التماسيح وسنيكس الأفاعي وأند أذر أنموات وحيوانات أخرى فهذه لم يتدخل الإنسان فيها فلذاك نقول مثلا الخشب جاء من الأشجار فهذه المواد جميحة اللي الله خالقها نعتبرها مفرد يأتي بعدها مفرد من الأفعال المساعدة مثلا يأتي إز وإذا جاء فعل رئيسي يأتي كامس هي أكثر الأشياء اللي تأتي بعدها هي كامس نقول يعني تأتي الخشب يأتي من الأشجار وود كامس يعني الفعل يأتي بعدها لأنهم مفرد فالفعل يأتي بعدهم يكون فيه أس كامس مثلا إذا جاء سؤال في البكالوريا وود كام أو كامس فرم تري فرم تريز وود كام أو كامس فرم تريز فنختار بها أس كامس لأنه نعتبرها مفرد جميع المواد اللي الله خالقها نعتبرها مفرد وود كامس وول كامس كاتين كامس ربا كامس لذا كامس وإذا جاءت من الأفعال المساعدة فنختار إز أيضا وأيضا لدينا من المواد البقية اللي الله سبحانه وتعالى خالقهم هي متل متل المعدن وأيضا جلاس جلاس الزجاج ودنم دنم القماش القطنية الأزرق الكابوي يعني نسميه بالعامية الكابوي دنم وأيال النفط أيضا الله خالقه من تحت الأرض هذه الثلاث مواد متل غلاس دنم ما مطلوب من الطالب من أي شيء جاءت فقط طالبين من عنده أويل هو جاء كامس من الأرض من الأرض فأيضا نعتبرها أيضا مفرد يعني إذا جاء فعل مساعد بعدين فنكتب إز وإذا جاء فعل رئيسي أيضا يكون فيه إس الفعل الرئيسي يكون فيه إس لأن المفرد نعتبرها أويل أيضا نعتبرها مفرد معناها النفط أيضا يأتي أما إز أو كامس كامس تأتي من الأرض أويل كامس من الأرض هذه المواد هي المطلوبة في اليونت الثاني فقط وكما قلنا بأن هذه الله خالقها وهي تعتبر مفرد وليس جمع فالفعل يأتي بعدين أما إز أو يكون فعل فيه إس وأيضا لدينا جملة مهمة أيضا موجودة في كتاب النشاط هي يعني النبات أو النبتة النبتة هي جاءت من البذرة فهنا البذرة هي فالبلانت يعني جاءت من البذرة والآن لدينا موضوع is made of are made of نريد نتعلم أو نعرف ما هي المواد التي نضع لها is made of هي مصنوعة من وتكون أو نضع لها أيضا are made of كما نعرف بأن is هي للمفرد وآ هي للجمع فالمواد المفردة نضع لها is made of هناك لدينا مواد متكونة من قسمين أو جزئين مثلا البنطال متكون من جزئين فلذلك نعتبر جمع فنقول are made of gloves gloves يعني القفازات متكونة من جزئين فلذلك أيضا نعتبرها جمع فنقول are made of وأيضا boots boots يعني معناها الحذاء ذو رقبة طويلة أيضا متكون من جزئين فنعتبرها جمع فلذلك نقول are made of بينما بقية المواد جميع نعتبرها مفرد فنقول is made of يعني متكونة من جزء واحد فقط أيضا لدينا trainers معناها الحذاء الرياضي أيضا متكون من جزئين فنعتبرها جمع فنقول are made of shoes أيضا الحذاء العادي يعني أيضا متكون من فردين فنعتبرها جمع فنقول are made of والآن سوف نبدأ بالمادة الأولى هي لذا كما قلنا cams from لأنه هي من خلال الله سبحانه وتعالى فلذلك نقول cams from هي جاءت من cows من الأبقار crocodiles يعني التماسيح snakes الأفاعي and other animals وحيوانات أخرى فهذه لذا هي من خلق الله تعالى أجل بينما بالاس في المواد هي من صنع الإنسان إذا كانت هذه المواد إذا كان فيها is يعني اعتبرها جمع فنقول are made وإذا يعني مفرد فنقول is made وطبعا كما تعلمنا بأن هناك مواد لا تكون مفرد نهائيا مثل إذا متكون من جزئين مثل shoes shoes هي لا يوجد فيها is ولكن متكون من جزئين فنقول shoes are made of leather are made of leather boots أيضا متكون من جزئين are made of leather jackets هنا هي jacket نستطيع أن نقول is made of leather إنها مصنوعة من الجلد ولكن هنا فيها is فلذلك اعتبرناها جمع فنقول jackets are made bags أيضا bag نستطيع أن نعتبرها مفرد وجمع يعني إذا جاءت بدون is فنقول bag is made of leather بينما إذا جمع bags are made of leather sofa أيضا القنفة أو الأريكة أيضا is made of leather football أيضا كرة القدم أيضا is made of leather من الجلد فهذه المواد المتكونة من الجلد فنقول هذه لأنه صناعها الإنسان فنقول is made of بينما leather نقول comes from لأنها من خلق الله تعالى والمادة الثانية wool هو معناها الصوف أيضا كما قلنا هي خلق الله سبحانه وتعالى فنقول comes تأتي من ونعتبرها كما قلنا نعتبرها مفرد فنقول wool comes from يعني الصوف يأتي من cashmere goats يعني هي من ماعز الكشمير أو sheep الأغنام and even rabbits وحتى الأرانب إذن wool يأتي من goats الماعز sheep الأغنام and even rabbits وحتى الأرانب فهنا لدينا بعض المواد بالأسفل هي من صنع الإنسان فنقول أما I'm made or is made إذا كانت جمع فنقول I'm made وإذا كانت مفرد فنقول is made هنا sweater sweater هو blue ولكن وضعنا على S فصار جمع فنقول I'm made jackets أيضا جاكت كما قلنا هناك جاكت صوفي وجاكت جلدي في اللذة أيضا كتبنا jackets أيضا هنا لي MBS فنقول I'm made بينما إذا بدون الاس لقلنا is made حسب إذا كانت الكلمة بها اس يعني جمع فنقول I'm made وإذا كانت مفرد فنقول is made والآن لدينا المادة الأخرى هي wood wood معناها الخشب وأيضا كما قلنا wood هي من خلق الله تعالى فنقول comes from comes from wood comes يأتي بعدها فعل فيه اس لأنه نعتبرها مفرد أما المواد بالأسفل فهي من صنع الإنسان فنقول paper paper هي جاءت من الwood من الخشب وأيضا الكثير من الإثاث أيضا من الخشب و some houses بعض البيوت من الخشب لدى الدرج أيضا من الخشب بعد المضرب أيضا من الخشب فهنا بعض الأشياء هي جمع وبعضها مفرد فإذا جاءت paper بصورة عامة paper بصورة عامة أبدا لا تكون جمع مفرد دائما paper الورق فنعتبرها مفرد حتى لا يأتي بعدها اس نهائيا paper is made فدائما إذا جاء الورق هو مصنوع من الخشب فنقول paper is made or food paper is made or food الكثير من الأثاث أيضا is made نعتبرها مفرد فنقول is made يعني الأثاث أيضا لا تجمع و paper والأثاث لا يجمعون فنقول is made paper is made and a lot of furniture is made some houses بعض البيوت به اس هنا تجمع فنقول are made يعني are لتجمع لدى أيضا لدى هو bat لدى بات أيضا هم مفرد لا يوجد فيهم اس فنقول is made فهنا بعض يعني المواد نستطيع أن نضع لها اس وتجمع ولكن بعض المواد لا تجمع نهائيا مثلا paper furniture وأيضا لدينا ملاحظة مهمة wood comes from trees wood الخشب هو يأتي من الأشجار أما المادة الأخرى فهي catten catten معناها القطن catten أيضا كما قلنا هي من خلق الله تعالى فنقول يعني أيضا نعتبرها مفرد فنقول catten comes from planet يعني القطن جاء من النبات نبات القطن فأما المواد بالأسفل هي متكونة من القطن هي من صنع الإنسان فنقول is made or I'm made فبعضها يعني تكون جمع وقد تكون مفرد t-shirt t-shirt أيضا إذا جاءت مفرد فنقول is made أما إذا جاءت جمع فنقول I'm made of cutting سمني بعض النقود النقود لا تعاد فنقول is made skirt يعني التنورة أيضا قد تأتي جمع فهنا جاءت مفرد فنقول is made dress الفستان أيضا جاء مفرد فنقول is made of cutting towel يعني المنشة فأيضا هنا جاءت يعني مفرد فنقول is made of cutting وقد تأتي بعض المواد جمع فنقول I'm made حسب يعني إذا كان فيها is فنقول I'm made نعيد مرة أخرى بأن هناك مواد لا تعد نهائيا مثل money paper الورق كما قلنا فانشا الأثاث فنقول is made ما بقيت المواد فقط تعاد وهناك أيضا كما قلنا بعض المواد جمع لا تكون مفرد نهائيا مثل المتكون من جزئين gloves القفازات وأيضا trousers الظنطال أيضا متكون من جزئين أيضا نعتبر جمع فنقول I'm made وأيضا boots shoes يعني الأحذية أيضا متكون من جزئين فنقول I'm made الآن لدينا المادة الأخرى هي rubber rubber معناها المطاط وأيضا من خلق الله تعالى فنقول comes from comes from rubber comes from a tree يعني المطاط هو جاء من شجرة ولكن أي شجرة هي شجرة المطاط فنقول rubber trees rubber trees مطاط إذا rubber comes from a rubber tree من شجرة المطاط وأما المواد بالأسفل فهي من صنع الإنسان فنقول أما is made or I'm made حسب كانت جمع فنقول I'm made وإذا كانت مفرد فنقول is made هنا دينا car tires car tires هنا يعني إطارات السيارات إذا جاء إطار واحد فنقول is made rain boots rain boots نهائيا لا تعتبر مفرد لأنه متكون من جزئين البوت الحذاء ذو رقبة متكون من جزئين فنقول I'm made bands أيضا بانت يعني كمان نسميها بالعربي لاستيكات فأيضا قد تأتي إذا جاءت مفرد نقول is made وإذا جاءت جمع هنا جاءت جمع بها is فنقول I'm made فهذه جميعها الآن جمع فنقول I'm made I'm made of rubber هي مصنوعة من المطاط والآن لدينا المادة الأخرى هي metal متال معناها المعدن هنا لم يطلب من يعني الطالب في الكتاب لم يطلبوا منه من أي شيء يعني متكون أو من أي شيء جاء ففقط يحفظها أنه متال هي المعدن وهناك مواد في الأسفل هي من صنع الإنسان فهنا المواد قد تأتي هذه جمع أو مفرد إذا جاءت مفرد فنقول is made وإذا جاءت جمع فنقول I'm made فهناك keys هي متكونة من المتال فنقول is made key is made of metal هنا جاءت مفرد فنقول is made spoon معناها الملعقة fork معناها الشوكة knife معناها السكين جميع هذه مفرد فنقول is made of metal so span معناها القدر أيضا جاء مفرد فنقول is made of metal clock الساعة أيضا جاءت مفرد فنقول is made of metal فإذا جاء S بها مثلا keys وضعنا لها S هنا مثلا فنقول I'm made لأن أصبحت جمع I'm made بينما هي الآن مفرد وجميعها أيضا نفس الشيء spoons قد تأتي جمع فنقول I'm made so span أيضا I'm made فالآن هي جاءت مفرد فنقول is made is made of metal a key is made of metal a spoon is made of metal a saucepan is made of metal a clock is made of metal أما المادة الأخرى فهي glass glass معناها الزجاج وأيضا لم يطلب من الطالب من أي شيء جاء ولكن نعتبرها أيضا مفرد is نعتبرها وأيضا هنا لدينا مواد بالأسف المنصر للإنسان فأيضا إذا جاءت مفرد فنقول is made of glass إذا جاءت جمع فنقول I'm made of glass هنا جاءت معناها الوعاء قد يأتي مفرد وقد يأتي جمع إذا جاءت مفرد فنقول is made of glass إذا جاءت جمع نقول I'm made of glass bottle معناها الزقنينة أو الزجاجة فنقول أيضا is made of glass إذا جاءت جمع أيضا I'm made of glass table المنضدة أيضا قد تأتي جمع مفرد فإذا جاءت مفرد is made of glass dough معناها الباب أيضا قد تأتي مفرد وجمع هنا أيضا نقصد بالباب يعني الزجاجي متكون توجد هناك أبواب زجاجية وأيضا منضدات أيضا زجاجية فنقول is made of glass فهذه الجمع الآن مفرد فنقول is made of glass وإذا جاءت جمع هنا is فنقول I'm made of glass أما المادة الأخرى هي الدنم دنم معناها القماش القطني الأزرق الكابوي نسميه في العامية دنم فيكون أيضا هي من خلق الله تعالى فأيضا ما مطلوب من أي شيء جائم أما المواد بالأسفل هي تكون من صنع الإنسان فهذه المواد هي مصنوعة من الدنم الكابوي جينز جينز تكون أيضا مصنوعة من الدنم ولكن الجينز كما قلنا هو بنطال متكون من جزئين فلذلك نعتبره جمع فنقول I'm made of denim backpacks يعني حقائب الظهر قد تأتي حقيبة واحدة أو تأتي جمع هنا جاءت جمع فنقول I'm made of denim أما إذا جاءت مفرد فنقول I'm made of denim يعني هناك مواد قد تكون مفرد وقد تكون جمع ولكن هناك مواد لا تكون مفرد أو لا تكون جمع مثلا هنا جينز لا يكون مفرد نهائيا لأنه من جزئين فنقول I'm made of denim بينما backpacks حقيبة الظهر تكون حقيبة واحدة أو تكون حقيبتين فأما تأتي is made or I'm made يعني إذا مفرد is made وإذا جمع I'm made trainers الحذاء الرياضي حذاء متكون من جزئين فلذلك لا يكون مفرد نهائيا فلذلك نعتبره جمع فنقول I'm made of denim الحذاء الرياضي الكابوي jackets أيضا قد تكون هناك سترة يعني من الكابوي قد تأتي مفرد وقد تأتي جمع إذا جاءت مفرد فنقول I'm made of denim أما إذا جاءت جمع فنقول I'm made of denim فهذه جمع الآن جمع لأن بها is هنا وأيضا جاكت فنعتبرها جمع فنقول I'm made of denim I'm made of denim هي مصنوعة من الدنم الكابوي أما المادة الأخيرة اللي من خلق الله تعالى فهي oil معناها النفط وقد تأتي معناها الزيت أيضا فهي مفرد نعتبرها ونقول oil comes from the ground لأنه نعتبرها مفرد فنضع فيها بعدها فعل فيه is فإذا جاءت oil come or comes فنختار به is comes from the ground يعني النفط هو جاء من الأرض فهذه هي جميع الأسماء الجمع التي لا تكون مفرد نهائيا ويأتي معها لأنه هي جمع فتكون I'm made of gloves لأنه متكون من جزئين يعني القفازات فنقول I'm made of هي مصنوعة من المطاط قد تكون فنقول I'm made of rubber trainers أيضا الحذاء الرياضي من جزئين فنقول I'm made of jeans البنطال أيضا الكابوي متكون أيضا من جزئين فنقول I'm made of shoes الحذاء العادي فنقول I'm made of لأنه أيضا من جزئين boots يعني الحذاء ذو الرقبة فنقول أيضا I'm made of فهذه الأسماء هي جمع لا تكون مفرد نهائيا أما الأسماء المفردة فتكون paper الورق أبدا لا يكون جمع فنقول is made paper هو الورق مصنوع من الخشب فنقول paper is made of food فانشا أيضا الأثاث نعتبر مفرد وأيضا لا يكون جمع نهائيا فنقول فانشا is made of food أيضا من الخشب money money النقود أيضا is made نعتبرها مفرد فنقول is made of cotton وأيضا لدينا موضوع مهم هو can I help you can I help you معنى هل أستطيع مساعدتك وأيضا هذا الموضوع موجود في صفحة 26 من كتاب الطالب وسؤال مهم أيضا وجاء أيضا في الوزاري can I help you yes please فيكون جواب دائما yes please نعم رجان I'm looking for some boots أنا أبحث عن بعض يعني الأحذية ذو رقبة looking for معناها يبحث أو أبحث ولكات معناها أنظر أو ينظر ثم لدينا في هذه الصفحة بعض الأسئلة هي can number one can I help you yes please جوابها I'm looking for a saucepan أنا أبحث عن قدر what sort of saucepan would you like ما هو نوع يعني القدر الذي تريده a metal one with a glass lid يعدني مع غطاء زجاجي how about this one it's too big هذا جدا كبير وإضا number two can I help you yes please I'm looking for a smartphone أنا أبحث عن يعني هاتف ذكي what phone would you like هذه الأسئلة مهمة وقد تأتي في سؤال functions الوظائف what phone would you like ما هو يعني الهاتف الذي ترغب فيه I'd like a banana phone أنا أرغب بهاتف الموزة number three can I help you yes please نعم رجاء I'm looking for a school uniform أنا أبحث عن زي مدرسي what color do you want ما هو يعني ما هو اللون يعني الذي تريده my school uniform is blue يعني زي مدرسي هو أزرق وإضا سؤال مهم what size are you يعني ما هو الحجم الذي تريده medium يعني وسط number four can I help you yes please I'm looking for some boots أنا أبحث عن بعض الأحذية يرقب do you want rain boots or leather ones هل ترغب يعني بوت مطري أو جلدي leather boots please يعني جلدي رجاء هذا أيضا مهم what size are you يعني ما هو حجمك size 37 37 أو 36 وأيضا لدينا موضوع مهم في الصفحة اللي بجوارها هي لدينا this that this that يعني this هذا والذات يعني البعيد this للقريب وذات للبعيد واثنين واثنين هم هما للمفرد فنستخدم معهم this is للمفرد that للبعيد المفرد يعني this للقريب المفرد this is والذات للبعيد المفرد this is that's وأيضا these والذوس these اثنين هم للجمع ولكن واحدة الأولى للقريب والأخرى للبعيد these are يعني للجمع القريب والذوس are للجمع البعيد these are those are فندينا مثال this is very nice هذا جدا لطيف أو جميل that's a nice color هذا اللون أو ذلك اللون جميل وأيضا these are very nice boots يعني boots لأنه جمع فنختار these are هذه أحدة ذو رقبة جميلة those are too high هذا يعني هؤلاء جدا جدا عاليات أيضا those للجمع البعيد أما من المعاكسات الموجودة في هذا اليونت هي hard عكسها soft hard معناها صلب وعكسها soft ناعم وأيضا أخذنا hard في اليونت الأول hard كان عكسها easy يعني hard إذا كان صعب عكسها سهل easy ولكن إذا صلب عكسها soft فإذا جابونا hard بالامتحان فأي واحدة نكتب هي صحيحة soft or easy expensive معناها غالي وعكسها cheap رخيص thick معناها سميك وعكسها thin رفيع وثيك أيضا سميك وعكسها light خفيف فثيك مثل hard أيضا لها معاكستين thick أما نكتب لها thin or light thin or light thick هي سميك وعكسها thin رفيع أو light خفيف plain معناها عادي أو سهل أو بسيط يعني بدون ألوان كلافور معناها ملون plain كلافور plain كلافور وأيضا نستطيع أن نعتبر من المعاكسات this عكسها that these عكسها that وأيضا لدينا to 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 هنا لدينا ثلاثة كلمات نفس الصوت ولكن تختلف بالمعنى to معناها إلى to معناها اثنين to معناها جدا فهذا الموضوع موجود في صفحة 27 كتاب النشاط يوجد تمرين على هذا الشيء هي من المعنى فيعرف الطالب لازم to إلى to اثنين جدا فلدينا مثلا number one I'm going to school أنا ذاهب إلى المدرسة فاختار to الأولى number two I have two friends أنا لدي صديقين فاختار to الثانية بمعنى اثنين number three this computer is too expensive هذا الكمبيوتر هو جدا غالي إذن اختار to اللي معناها جدا ولدينا أيضا في هذا اليونت موضوع but and but معناها لكن و and معناها و and هي تربط بين جملتين متشابهتين but هي تربط بين جملتين مختلفتين هنا لدينا جملتين جملة and وجملة but I like tea and I like coffee جملتين متشابهتين أنا أحب الشاي وأحب القهوة فنختار and بينما الجملة الثانية I like tea but I don't like coffee الجملة الثانية مناقضة للجملة الأولى مختلفة يعني أنا أحب الشاي ولكن أنا لا أحب القهوة فعندما نلاحظ بأن الجملة الثانية مختلفة عن الأولى أو يعني عكسها فنختار but بينما إذا جملتين متشابهتين نختار and ولدينا عن هذا الموضوع تمرينين تمرين في صفحة 31 من كتاب النشاط وصفحة 35 من كتاب النشاط أيضا الآن سوف نقرأ صفحة 31 من كتاب النشاط activity c number one I have a brother I don't have a sister يعني أنا لدي أخ ولكن لا يوجد لدي أخت إذن الجملة الثانية مناقضة الأولى فنختار but number two I ate chicken for lunch أنا أكلت الدجاج للغداء and I had it for dinner too وأنا تناولته للعشاء أيضا فجملتين متشابهتين يعني تناولت الدجاج في الغداء وفي العشاء فنختار and number three lots of boots are made of leather يعني الكثير من البوتات مصنوعة من الجلد some are made of rubber بعضها مصنوعة من الربا إذن الجملة الأخرى مناقضة الأولى فنختار but ولكن number four Maryam speaks English Maryam تتحدث الإنجليزية she speaks French too إنها تتحدث الفرنسية أيضا إذن جملة يعني تنظيف معلومة للجملة الأولى فنختار and number five the TV is on التلفاز هو مفتوح but we are not watching it ولكن نحن لا نشاهده الجملة الثانية مناقضة هو مفتوح التلفاز ولكن نحن لا نشاهده فنختار but number six yesterday was cloudy and cold it didn't rain يعني البارحة كانت غائمة وباردة ولكن لم تمطر فنختار but جملة الثانية يعني الأخيرة مناقضة للأولاد didn't rain number seven we grow rice on our farm نحن نزرع الروز في مزرعتنا we don't grow vegetables نحن لا نزرع الخضرات فنختار but فيها الجملة الثانية don't number eight my cousin is in new grey six يعني ابن عمي أو ابن خالي أو بتعمي أو بتخالي في الصف السادس and i am two وأنا أيضا فنختار and أما صفحة 35 من كتاب الطالب في activity c أيضا عن two وعن and or but وأيضا عن this that هذه الصفحة number one I have two 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 ankles and three and ومن المعنى نختار الجملة فنقول أنا دي عمين وثلاثة عمات فنختار two number two he wants فراغ by a computer هو يريد أن يشتري كمبيوتر فنختار two الأولى number three this denim jacket is two two too small for me إنه جدا أريد أن أقول هذا الجاكت هو جدا صغير لي فنختار two جدا بمعنى جدا number four the blue scarf is made of cotton الوشاح يعني الأزرق هو مصطوع من القطن and or but it's very soft وهو جدا نعم يعني نضيف معلومة هو مصطوع من القطن وهو جدا نعم فنختار and number five there was rice and fish for lunch هناك يعني الرز وسمك للغدا and or but there weren't any vegetables هناك لدينا weren't فيها not الجملة الثانية فنختار but لا توجد خضروات للي يعني الغداء number six my dad likes cheese يعني أبي يحب الجبن and or but my mother doesn't أمي لا تحبه عكس الجملة الأولى فنختار but number seven first we'll go to children's fashion أولا سوف نذهب إلى أزياء الأولاد and or but then where we'll go to the play area وبعد ذلك سوف نذهب إلى منطقة اللعب فنضيف معلومة ليست عكس الجملة الأولى فنقول and number eight my aunt made this or that cake for us يعني عمتي صنعت هذا الكيك لنا فالكيك قريبة فنختار this number nine this or that is my grandma's famous chocolate cakes هذه كيكة الشوكلاة الشهيرة لجدتي فالكيك بعيدة عن الطفلة فنقول that number ten these or those are the balloons I bought at fun city البالون قريب فنقول these number eleven he was too small to hold these or those big balloons يعني هو جدا صغير لكي يمسك هؤلاء البالونات البعيدات فالبالونات هو بعيدات فنختار those وأيضا من القواعديات المهمة في هذا اليونت هي قواعد الموجودة في صفحة 32 من كتاب الطالب my magazine a black هذه القطعة يعني تتحدث عن المضارع المستمر والمضارع البسيط فهذه القطعة هي صعبة جدا على الطالب أن يميز بين المضارع البسيط والمضارع المستمر فيوجد لدينا تمرين على هذا الموضوع على هذا الموضوع في صفحة 34 من كتاب الطالب التمرين بالأسفل find the correct tense of the verb and circulate وطبعا قبل أي شيء يجب أن نعرف المضارع المستمر هو متكون من الفاعل الفاعل هو he she it i they we you واسم الفاعل المفرد والجمع لي محمد ندا وبعد يأتي is i'm are لفعل مساعدة وبعدها فعل بing فرب مثلا he's playing he's reading he's cutting he's eating they are playing they are swimming المضارع البسيط فمتكون من الفاعل زائد فعل الفعل أما يكون فيه is أو بدون is إذا كان he she it واسم الفاعل مفرد تأخذ فعل فيه is أما إذا كان i we they you ففعل مجرد ولصعوبة هذا الموضوع على التلاميذ فعلمت طلابي بأنه أي شيء بالسوق حول هذه القطعة يكون فيه ing يعني يشتري أي شيء فيكم بing أو أي شيء بالبيت أو العمل يكون بدون ing روتيني شيء روتيني في البيت أو العمل بينما بالسوق يكون فيه ing الآن سوف نقرأ التمرين بالاسم number one i work or i'm working with a small team of other doctors and nurses أنا أعمل مع فريق من الدكاتر والإطباء فهي بالعمل فبدون ing فنختار i work number two i'm getting up or get up very early because i usually do operations in the morning أنا أنهضي عني مبكرة جدا لأنه لدي عمليات في الصباح ففي البيت كما قلنا بالبيت والعمل نختار بدون ing فنختار get up number three i shop or i'm shopping هنا في السوق في السوق كما قلنا بها ing فنختار i'm shopping for small comfortable shoes for work يعني أشتري أحذية مريحة للعمل number four i often work or i'm working for many hours هنا أيضا بالعمل أنا عمل لعدة ساعات فنختار i work بدون ing number five my data buys my data buys or buying a thick sweater يعني ابنتي تشتري عبلوز سميك فهنا في السوق تشتري فنختار is buying كما قلنا في السوق بها ing number six i'm cooking or cook هنا في البيت تطبخ إذن نختار cook بدون ing and i'm cleaning or clean the house أيضا تنظف في البيت فنختار clean number seven what do we do or what are we doing now لأنه يوجد لدينا now في الجملة الآن فنختار بها ing لأنه مستمر فنختار are we doing number eight when i feel tired حينما أنا أشعر بالتعب i read يعني في البيت حينما أشعر في التعب فنختار بدون ing لأن كما قلنا في البيت والعمل بدون ing i read or watch or watching or i'm watching tv أيضا في البيت وشاهد التلفاز فنختار watch هذا الموضوع هو متشعب يعني في ذلك سهلنا على الطلاب وحددت بهذه المواضيع لأنه لديهم موضوع فقط هذا الموضوع في السوق أو الشراء فنختار بها ing أما في البيت والعمل بدون ing وطبعا هذا الموضوع هو داخل في الوزاري سيم باسج هو في صفحة 32 أبلاغ ولديها وعليه أسئلة في صفحة 34 من كتاب الطالب check my understanding أيضا number one a surgeon is a doctor who does operations يعني الجراح هو دكتور يعني يعمل عمليات فنكون yes فنقول yes number two she always does operations in the morning إنها دائما تعمل عمليات في الصباح فهي لا لا تعمل دائما عمليات في الصباح ليست always وإنما usually عادة number three she wears a uniform at work إنها ترتدي يعني زي الموحد للعمل فنقول yes number four today she is shopping with friends اليوم هي تتسوق مع الأصدقاء no لأنها لا تتسوق مع الأصدقاء وإنما مع العائلة number five she is shopping for a white coat for work إنها يعني تتسوق لسترة طويلة للعمل no هي لا تتسوق لسترة وإنما حذاء مريح للعمل number six her data is buying a thick sweater ابنتها هي تشتري يعني بلوز سميك فصحيحة yes number seven they go to the shopping mall everyday هم يذهبون إلى التسوق يعني كل يوم no هي لا تذهب يعني إلى التسوق كل يوم number eight she sometimes play tennis at the weekend إنها بعض الأحيان تلعب تنس في نهاية الأسبوع فنقول yes أيضا من السيم باسج القطع المرئي الموجودة في unit 2 هي في صفحة 30 من كتاب الطالب fan facts وعليها أيضا أسئلة بالأعلى هي الأسئلة فقط هذه الداخلة في الوزاري number one the word cutting comes from the Arabic word cutting الكلمة الإنجليزية cutting جاءت من الكلمة العربية قطن فتكون true number two paper is usually made from cutting يعني الورق هو دائما مصنوع أنت مصنوع من القطن فنو كما قلنا الpaper مصنوع من الوود الخشب number three all furniture is made from wood يعني كل الأثاث مصنوع من الخشب فتكون no لأنه بعض الأثاث مصنوع من المتال الزجاج glass number four wool comes from sheep goats and even rabbits يعني الصوجة يعني يأتي من الأغنام والماعز وحتى الأرانب فيكون yes true فيكون true number five rubber comes from a tree يعني المطاط يأتي من شجرة فيكون true number six most leather comes from cows أغلب الجلد يعني يأتي من الأبقار فيكون true وأيضا لدينا في كتاب النشاط في صفحة 32 lesson seven من نصوص الكتاب الداخلة في الوزاري paper قصة الpaper وعليها أسئلة مهمة أيضا وداخلة في الوزاري هي صفحة 33 هي هذه فقط الأسئلة الداخلة عن هذه القصة activity B read and write T for true and A for false number one paper is all around us at home and in the classroom الورق حولنا يعني في البيت وفي الصف فتكون true two the first paper was made in china الورق الأول مصنوع في الصين فتكون false لأنه ليس في الصين وإنما في مصر number three the ancient Egyptians didn't know how to make paper المصرين القدماء لا يعرفون كيف يصنعون الورق فتكون false لأنهم يعرفون number four only three things are made from paper يعني فقط ثلاثة أشياء تصنع من الورق فتكون false لأنه هناك العديد من الأشياء تصنع من الورق number five I'm using paper now أنا أستخدم الورق الآن فتكون true صحيح number six paper can be made from many different things يعني الورق يستطيع أن يصنع من عدة أشياء مختلفة فتكون true number seven can serve means to look after يعني المحافظة معناها تعني الاعتناء فتكون true number eight we can't use old paper to make new paper لا نستطيع أن نستخدم الورق القديم لكي نصنع ورق جديد فتكون false لأنه هنا نستطيع من الورق القديم أن نصنع ورق جديد الآن لدينا موضوع The Mall موجود في صفحة 24 من كتاب الطالب فلدينا هنا يعني محلات لأزياء الرجال والنساء والأولاد وأيضا تكنولوجيا الحوسبة ومنطقة اللعب والكفاتيرية فالآن سوف نقراه ونتعلم أسماء كل محل men's fashion men's fashion معناها أزياء الرجال women's fashion معناها أزياء النساء home cooking معناها الطبخ المنزلي children's fashion يعني أزياء الأولاد cafe معناها الكفاتيرية supermarket معناها الأسواق play area معناها منطقة اللعب IT and computing معناها تكنولوجيا المعلومات والحوسبة فلدينا سؤال يعني مهم هو where do I go where do I go أين أذهب إذا يعني أردت أن أذهب حل من المحلات فأقول مثلا I want to look at the saucepan أنا أريد أن أبحث عن قدور فنقول له home cooking يعني في الطبخ المنزلي where do I go أين أذهب إذا هو يريد أن يذهب I need a new dress أنا أريد فستان جديد and a coat for school وأريد أيضا coat يعني سترة طويلة للمدرسة فيذهب إلى women's fashion إلى أزياء النساء where do I go أين أذهب إذا أريد أن أشرب أو أتناول عصير يعني البرتقال فنقول له إذهب إلى cafe إلى الكفترية where do I go أين أذهب I want to find how much a new smartphone costs I want to find how much a new smartphone costs يعني أريد أن أعرف كم تكلفة الهاتف الذكي الجديد فنقول له إذهب إلى IT and computing إلى تكنولوجيا المعلومات والحوسبة where do I go أين أذهب إذا هو يريد I want to play أريد أن ألعب فنقول له إذهب to play area إذا منطقة اللعب والآن لدينا موضوع ترتيب الصفات adjectives يعني الصفات فمجموعة تكون في كلمة أرحلم جمعناها في كلمة أرحلم والآن سوف أعلمكم شونه معنى أرحلم وماذا يرمز أي حرف من هذه الحروف أرحلم هذه هي ترتيب الصفات عندما أريد الرتب الصفات كيف نرتبها يعني ماذا نضع أول شيء نضع إذا عدنا مثلا إذا عدنا مادة أو عدنا red أحمر لون أو عدنا small يعني صغير أو عدنا nice يعني رأي يكون لطيف أو جميل أو عدنا أداة فماذا نضع أول شيء نضع الحجم أو الرأي أو الأداة أو اللون فرتبناها في هذه الكلمة هي أرحلم ألف معناها الأداة فتكون أول شيء الأداة إذا كان عدنا a أو an أو they فنضعهم بالبداية هنا يعني نحن نبدأ من جهة اليسار باللغة الإنجليزية فنبدأ من هنا فنقول a نضع أول شيء a الأداة a or an or the أي واحدة موجودة هي الأداة تكون موجودة نكتبها فمثلا وضعنا a بعدها الرأي تكون أما إذا لدينا nice expensive غالي beautiful لطيف أو جميل فنضعها بعد الأداة a nice والحجم small بعدها small مثلا or big فنقول a nice small يعني جميل صغير وبعدها اللون مثلا red red بعدها اللون اللام هي اللام هي اللون red or green or blue or blue فأي لون يكون موجودة عندنا وأخير شيء المادة هي metal denim وبعدها أخير شيء هي الاسم اسم الشيء مثلا هنا دينا a nice small red denim denim jacket يعني سترة cowboy حمراء مثلا وصغيرة وجميلة a nice small red denim jacket فهذه الطالب عندما يحفظ هذه الكلمة الحلم راح يعرف يرتب الصفات فالف الأداة الرائعة الرائعة يعني معناها nice expensive يعني يكون رائعة شون يكون رائعة بي والحجم هو small big لم اللون red green yellow المادة metal wood wool denim أي مادة أخرى من المواد اللي أخذناها الآن لدينا هذه الجملة يطلب مننا أن نرتبها it طبعا هو الفاعل بالبداية وبعدها عندنا لذى a الأداة هنا المادة لذى الجلد معناها a الأداة صافة معناها الاريكة أو القنفة وبغ الحجم فأول شيء نتذكر يعني كلمة ترتيب الصفات هي الرحلم أول شيء الأ الأداة هنا يدينا a فنكتبها a أول شيء بعدها الراء الرأي لا يوجد لدينا هنا الرأي nice beautiful فنتركها الراء نأتي على الحجم الحا لذى الصفة big لدينا حجم big فنكتب big وبعدها اللام اللون لا يوجد لون هنا لذى جلد والصفة وبغ لا يوجد لون وبعدها اللام المادة ميم هنا الميم المادة اللذى فنكتب اللذى وأخير شيء يبقى الاسم نكتبه بالنهاية الصفة فالآن رتبناها للجملة it's a big لذى الصفة إنها يعني أريكة جلدية كبيرة ولدينا جملة أيضا هي they are gloves ruba yellow لدينا هنا أيضا ruba مادة ولدينا yellow أصفر واسم gloves هي القفازات فطلبنا ترتيبها فننزل أول شيء الفاعل they are وبعدها اللون حسب كلمة ترتيب الصفات هي الحلم اللون قبل المادة فنكتب yellow ruba gloves they are yellow ruba gloves قلبي ينادي يا رب صحيحة يا رب قلبي ينادي يا رب صحيحة يا رب رب